السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ما نقصكم حتى شي خير ومرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم مطبخ حالي مالفلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله قبل ما نبدأ ونشوفوا الوصفات دينا اللي غنقترح عليكم في هذا الفيديو بغيت نقول المنتخب المغربي دينا شكرا لكم بزاف فرحتونا زيتوا راية دي المغرب للعلالي كنتمنى واد النجاح يكون مستمر في جميع المجالات شكرا لكم بزاف كانفتخروا بكم ومعليش القادم احسن ان شاء الله قد ندخلو نشوفو وصفات دينا متنوعة وصفات للقوتي والفطور لأكيد تنفعكم بزاف سهلة ومكونات اقتصادية اول وصفة ندخلو حريشات في الفران كيجو هائلين جوج بيضات جوج معلقة ثلاثة دينا السقار معلقة كبيرة دي المربع شوية دي الملح كيس من الفانيلا كيس ونصف من خاملات الحلويات وغن نحتاجو كذلك كاس اللارب نخلط بين الزيت والزبدة مدوبة ممكن دلوك الزيت ممكن دلوك الزيت ممكن دلوك الزيت ممكن دلوك الزيت ممكن دلوك الزبدة وكذلك نحتاجو للحليب تقريبا واحد جوج كيسان واربع اول حدا غدي ناخدو ثلاثة الكيسان ديال السميدة تكون نوعية جيدة ورقيقة حدفك يجني هالتساؤل ماشي الفينو سميدة غدي نغربلوها طبعا نممكن ما نغربلوها شيناك تكون القية ولكن احنا اما كان مغربيات اكيد خاصنا نغربلو كل شي كندلو السقار الملح الزاني باش كننسمو وطبعا ممكن نسمو باللي بغيت يال حيش هتكيجوها سهلين متحتاجين وتقبلهم في المقلاة اكيد تقريبا تقريبا فران يوجدون ضغياء في الغفلاء وصلحوا في السرعة يوميجوها بسرعة الفطور او القوتن كما لاحظتوا دلوك السقار و الملح احضرت الخميرة الزيبدة الزواني ثم نخلط مع كس صغير فهو تقريبا 1-140-130 ميليتر فقط نرد البول كبيرة حيث هذي كما لاحظتوا كرفصاتني ما درش عيني ميزاني معها مشي مشكل باش نخدم على خاطر ايدي ما كيعجمين نكون تخدم بول ولا جبابين يتكون كبيرة مش متقاش لا تعدبنا سوف نستمر نزيد السوائل طبعا جوج بيضات الناس اللي يقول لي واش مكتخافيش يكون البيض خاسر فالصراحة نعرف البيض اللي يكون خاسر والبيض اللي يكون ما خاسرش فلا كنتي اني مبتدي او مزال ما كتعافيش من الاحزن ديليه في شي جبابينية صغيرة ولا في شي زليفة وحدة بوحدة وعاد ديليهم في حي الوديالك او في اي حاجة كتوجدي بها البيض طبعا ندير الكون فيتير وكنزيد الحليب عادي ماشي بارد جوج كيسان انخلطه من بعد هدي نزيد واحدة ربع كاس الجينة ديالنا خاسة تكون خفيفة لانك ما كتعرفو السميدة رهاكا تشرب وكتشرف بزايد وخاي بليكم الخالد جاري تخليوه واحد شوية وكما لحتو اعنا راني حطا فيجنبي هدوك ليمون اللي غندير فيهم وراهم دهون بزبدة ومرشوشين بسميدة باش انفوه كان سادي التحرك نديرهم فيه هنا خلينا عادي دينا ندهنوا كالقواه شربات وكتعدبنا اما كتخليناش اننا نديرهم في المول بكل سهولة اما احطورها جاريه راغي واحد شوية على مساديد قيتها شربات صافي قد نعمر وطبعا نخلطه برتكالبيض كي نساجم مع السميدة ومع الحليب ومع المكونات كاملة نعمره بزايد هي ما تنفخش بزايد حيث فيها غيخ مره ونص وكتقصى حيني وخاتها تنفخ ما كتلاش بحال كيكو تباط ولا تضيعلينا ولا تسيح انا غادي نقدهم كامنين على ما نعمرهم نزيد نعمرهم مش مشكين صافي ونستمر كنكون يعني حتى كنساني ما نشعش الفران قبل باش نخليهم يشدوا راسهم عاد ندخلوهم حيث ادخلنا هم جارين هكا يقدروا يتنفخوا ويهبطوا لما كنشوفوها يشتت راسهم مزيان وخانميين ما كيهبطش راه كيشرب صافي غادي ندخلوهم فران مصخن على مئتين يتحمرو من تحت او من الفوق ان فوق يتحمرو ندخلو نخرجوهم وهما سخانين وكندهنوهم اما بالعسل او لكونفيتير العسل والكونفيتير يكون بزايد كتشربوه هو سخون وكتعطيه بني وكتجيبو رطي طب ووزوين حسن ما يبقى وناشفين ومن بعد زينو باللي بغيتو يعني كيبقات زينة ممكن كوك ممكن كوكا وممكن اللوت اللي توفر لكم او قدموه هكاك ماشي مشكلة نخليوهم على جنب همشو نوجدو بالسبوه هسا بالشكولات كنت حضرتها لكم كبيرة واليوم بغيت نديرها فرضية كتجي حسن في تقديم ديالها كيف قوتي القوتي ايا الفطور كنديرو جبيضات كسل لارب ديال الزيت كسل لارب ديال السقار شوية ديال الملح دائما كنزيدوه غدي نزيد فاني وممكن تنسمو باللي بغيتو ممكن قتق شور ديال الليمون كيجيزوين معه كندير داك ننصف ديال الكيس اللي بقالي مع كيسة خرد الخميرة موضوع موضوع كاكاو المر ولقعتنا اللول ولوقو ديال الشوكولات غدي نزيدوه نتقبل واحد المعالقة كبيرة ديال الكاكاو المر اللي عندكم ديال العبار وغدي نزيد معه واحد العلبة من الياغورت الطبيعي بدون سكر ممكن ان نعودوها بياغورت سيلي عندنا ديال فانيا في الدر ماشي مشكي وغدي نزيدوه واحد اربع كاس ديال الحليب جوش كيسان ديال السميدة عبرتوه بكاس واحد وغدي نخلطوه بالخلط الكهرباء او نستعملوه غير ميكسر او نستعملوه غير ميكسر إلا ما بغناش نديروه في الكاس مهم انه يتطحن كل شيء مزيان حتى نحسو بان السميدة ديالنا الطحنات ونساجس مع المكونات كاملة سوف يكون الخيط ديالنا واجد مباشرة نديروه في المول اي مول بغيتو انا درت المول العجيب باش القرية ما ديالي في الوسط ممكن تديروه في المول عادي فعلي درت قبيلات في الحرشة او ممكن تديروه كبيره شي مشكلة مهم انها كدجية سلام زوينة بزاف صافي غادي نستمر حتى كنعمرهم وكنخليوه المجال فيه كيتنفخوه هما دور كيتنفخوه شوية للحرشة وغادي ندخلوهم انا انفحيت الحرشة دخلتهم مباشرة للفران كيكون مسخن كي طيبو مئتين او مئة وثمانين اللي باقيتو ماشي مشكل كنشوفوهم يعني شطرسهم طابو من تحت ومن الفوق كي اخدوو تقايبا واحد خمسة وعشرين وعشرين دقيقة فقط كيكونوا واجدين مباشرة ومسخان كنحيدوهم المرغي باش نسقيوهم ومسخانين كل ما سقيناهم مسخان كي يشربو كتر ما قديتوش تقيسو لي مولو مسخان رابراسي حرقوني خليهم حتي بردو شوية سوفيو غنسقيهم مباشرة كما لحتو بسيرو بارد اي سيرو بغيتو عند رتغيد الماء مع الكاس الماء مع السكاس السكار وفاني ممكن نسقيهم بالقهوة سريعة دوابا نكتليك الجيزوي نام معلوقو دي الشوكولات يعني ديرو اللي بغيتو انا دايجا عندي شوكولات شوية مر حيث الشوكولات في نسبة الكاكاو اللي غدي نديرو في الكريمة فاكتافيت فقط بسيرو عادي غليتو حتى غليتو كان اخدو كاس الحليب كان اخدو كاس ديال الشوكولات شوكولات انا عندي هاد صداف ممكن ديو شوكولات العادي تقطعوه يباش يجيكم ساهل مع كيسم الكاكاو مثلا زيد السكار غي واحد المعلقة كبيرة تقريبا بغيتو مزيدو الشوكار مزيدوش انا كذ قولت شوكولات عندي في نسبة الكاكاو عالية ماشي بديل الشوكولات و هاد البطل الشوكولات تعجبيني نزيدها مع الكريمة كاملة ممكن حتاش نزيد الزبدة تعطيني واحد القوام كريمي زوين بالزبدة درت منها معلقة كبيرة عمرا مزيان و سوف يغلي ممكن إلا بغيتوها جيكم معاقدة الكريمة زيدوا واحد المعلقة و سوف يغلي مزيانة و سوف يغلي مزيانة كنتو غدلوها على شكل يعني هاد بسبوسة كبيرة فما تدلوش قاع نهائيا نشا لانا كتشربها كتشربها هاديك الاصوس و كجي معها من ساجمة صافي مباشرة و هي سخونة غادي نعمرو بها ذاك الفارغ صافي و كتكون واجدة زينوها باللي بغيتو مقليه كان عندي و مرمش كان بقالي من واحد البصلة فزينتو بها محاكة من الفوق و كتجي زوينة بزاف غانشيو نوجدو مسمن او ملوي معمر بالبصلة الفلافين و البقايا ديالدجاج اللي كي بقالي نامدجاج محمار او من اي حاجة كي بقاليكم استرمتي بغيروش ياكله طايب نضيفه و نعمر بيض حلقة كيفية اضافة لها يزيدون هناك كما لاحظة تقيمة واحد نسكيو ديالدقيق و واحد زلافة يوجد زايف ديالدقيق البيض زايف ديالثينو شوية السقار شوية ديالملح و كيس من الخمار نجمعه بالمعادئ حتى نحصل العجينة شوية كندلكوها او كندولفروبو او عجانة نضيفها و نضيفها في البلاستيك و نضيفها ترتاح حتى نرى عجناتها رأسها نجد الحشوية حتى تبرد واحد جوجة بصلات بعد شكل المقطعين القاقين نزيد معهم فلفلة انا في صراحة هاشيتها فلفلة ترتاح لها قطيحة لكن بعد المرات فلفلة لا تريد طيب فقدرتهم جوجهم هكذا لنبقى شي قطعهم من بعد العجينة لديه شكل ملوي بالنسبة للجاج فقدرتهم و اضيفتها فقدرتها فتركتها و نضيفتها لنضيفتها لتجي حشوة من الساجمة لنضيفتها سوف نضيف الملحة بصصفة الفلفلة بصصفة الفلفلة وفلفلة بصصفة أكثر بصصفة كامون ربيع ونضيف الملحة بصصفة الفزار بصصفة السكين و الملحة على حصاب الضوء و ام كانت المالكة صغيرة امرا جيب لتحميره حتى ندف الماداق مدف تحميره ينزيل من الألوان بصصفة تحميره بصصفة بصصفة سلطة زين حشوبا و بصصفة و تخلط نتفع عليها الناتجاج دينا طايب البصلة والفلفلة مشحرة سوف نتركها تبرد وهذه المشي والعجنات دي ندركها بالبلاستيكة بعدما تعجنات زيتت القرصها و نقسمها و نشكلها من بعد بكل سهولة سوف نشكل منها كويرات على حسب الرغبة كبار او صغر هذي الملوي كي يجي زوين بزاف بزاف غير تضبوه و نضع لي الخبار إذا لم يكن لديك التجاج اقترحت لكي لا يضيع لدينا شعرات مثلا غريبية يجعلوا تجاج بصدر او لديك الوليدات فاحتفضي بيه مكلو حيش و حال هكذا ينفع لم يكن لديك التجاج مثلا و تهاشي و بحال كفتاء و تزيدوه و ممكن تعودوا بالخضراء مع الأطرية بوحدها فقط نغطيها بالبلاستيكة و نخليها ترتاح كل ما ارتاح و نبدأ و نتلقوها بالزيت فقط الزيت نتلقها و نرققها و ندفعوه من الوسط الجوانب حتى نحصو العجينة رقيقة بهذا الشكل و ندلو الحشوة فقط في الواسط و ننضعها كما نشكلها كما تشوفو معي مسمناة عادية فقط نشكلهم كما نضع النارات من ساجمة لنحاول نقوم برطتهم منجنة مرتاحة نشكلها من بدلهم ملويات اضبط عجينة 1.5 و 1 و تضيد المنزل لا يجبون اقتراحات سوف نضيف حولها نقوم بصفل و تشاهد طريقة سهلة و تحديث نأخذ العملي العثور كنأخذ نأخذ الجهة جميع شكلها ملوية كما تلاحظوا هذا الجلي فيها بقينا الحشوه كثيره هاي اللي كتكون حول وست وكينجمع بهذه الشكل أمين نضيل وحده فسط وحده غيه هكذا كانت هناك شكلتهم كامل ملويهة نخد من المقله اللي كانت فيها الحشوه نضيد فيها الزيت كتكون فيها التحميره هي وحفل الحمره أصلاً كنضيد فيها الزيت وكندهن بهم من الفوق بتيكعتيتوني تللون كنستمر بنفترقة كنطلق واحد جوج ولا ثلاثة و كنشعل المقلة و كنبدل كنطيب فيهم و كنتأكدوا أن الجينادية نرها مجموعة مشدودة مزيان باش ما كي يتنفسوش ليناء في المقلة و كي ما كيتنفغوش نستمر هكا نقدها و نقرسها و نقلبها لجيهة الأخرى و طبعا أنا استعملت هناك المقلة العادية و ممكن تدول المقلة التقيلة ماشي مشكل و العافية شوية الفل و كتكون مشهدة و بعد حتى كنشوفها بذات كتنفخ كننقصو عليها طبعا أنا ممكن أدلوهم في الفريقو ندلو حد الكيمياء اللي بأس بها و من تبغيوها تجبدوها حالك العشاء مع مع شي سوب مع الحريرة القوتيل الهدف صراحة الفطور مكيش الوصف هات الخرى اللي كي سلاحو الفطور و كي ما كتلاحظوه طبعا يمكن تنفخو و كيتحمرو كي يكونو واجدين تنزومو عن الصمر بنفس طريقة كان طيب كيمياء كاملة ديال الملوي او مثل من اللي عندي و مشيو نشوفو الوصفة 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 الاخيرة يضيفني فرائه يضيفنيz كوش يضيفني مرح فرائع الوصفة الوصفة أضيفنا يضيفني لأسخن زيد الصغير ملش و و درجة الورد نضيف نضيف ونضيف نضيفه ونضيفه معه الخميره ونضيفه نضيفه كل شيء نضيفه نضيفه 1 كاس زبدة وزيت مخلطين يمكن أن نضيفه 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 ونضيفه ونضيفه العجينه لا تكون قصحه نريد ان تعريم العجينه خفيف قصحه الوقت كأنه خفيف الآن نستمر نضيفها ونضيفها ونستمر السميات ونضيفها عجينة متجانسة نضيفها ونضيفها ونضيفه جيد حتى يضعف الحجم ديالها مزيان مزيان يعني مسير ناجح دائما بغيوش كرس تكون العجينة خفيفة هكاك وفي نفس الوقت تكون خامرة مزيان يعني في المرحلتين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كنشكلوها هناخد العجينة نشدهني ديب شوية زيت باش ما تلسقش لأنها مخفيفة وغادي نشكلو منها قويرات على حساب الرغبة أنا تقريبا ندرت فيهم واحد كده وستين قرام مكبرش بزاف وغادي نستمر هكدا حتى نقسم العجينة ديالي كاملة وقد نبدأ نشكلها على شكل كعيكات في تدرت معاكم بش حالة دي بدايات القناة على شكل اللي كي ديروه للتوارك يعني شكل ديالك المطفور التوركي اليوم عن ديروه بتاعك عادي بها الطريقة سفي غادي نستمر من نفس الكيفية كنرقق هكدا يا وكنجمع الأطراف وكننشط مزيان باش ما يتحلو ليش في الفران صافي طريقة ساهلة بزاف كنوضعوهم في صفيحة الفرن مفرشة بورق الطبخ او مدهونة بالزيت حتى كنستمر تكنسالي كميه كامله اللي عندي كنخليهم بعد ما كنغطيهم يخمروه مزيان عاو تاني من جديد انا ما خمروش غايجيكم مزوينيش حيث بزاف الاسئلة كيجوني بعض الحصوص عش كيجيونه متقصين عش كيجيونه اما العجينة كديروه تقيلة اكثر من القياس اما ما تيخمروش مزيان انا قبل ما يخمروه مياه في المياه دهنتهم بالبيض اللي خلطتهم مع شوية الحليب وقهوه سريعة الدوابان باش كيجيوني لونزوين وعد خليتهم يزيد ويرتاحوا واحد ربع ساعة اخرى يعودوا يطلعوه وعد خلطتهم فررا نبسخين على ميتين درجة تحمروش تراصهم من التحت عاو تحمرتهم من الفوق صافي ونشونشو الشكل النهائي ديال ووصفت ديالنا كامل اللي صيبنا اليوم وكيف قلت لكم اللي قلت نفعكم في الفطور او في القوتي يعني تحضروهم في المجمد او اللامية مهمو يمكن تساكلوهم في ناركم وممكن تبقى اقتراحات اللي اكيد ناجحة هنا قبل ما ندخلهم سيسمك لكم شنزينو بشوية زينجلان ونتو مزينو بطريقة اللي بغيتو دائما تزينو تقديم اختيال والحيشات ديالناها ومبعد ما زينتهم شوية دياللوز افلي كيفي ورائعين الوصفات المميزة ولي كاتعجبني بزيال وماذا الحرشة ديال الفران كاتجي رائع بزيال كاتجني سهلان في ساعة توجد لي ما كاتعدبنيش نهائيا بسبوسة كاتجي فتية وذيالك كاتعطيها النضاق وفتة واكتر ينشربوها اردو علي الخبار هيا عن قرب سلام مع الوز اللي داتليها من الفوق وانتو ما كيف قلت ماشي مشكيه زينو بطريقة اللي بغيتو وبالنسبة اللي ملوي يجربوها راه بسيط وفي نفس الوقت رائع ما راه ذراه برد يعني على مسالي تانا طيب بغيروش كان برد ويحبت اللي عاو تسخنتو مغي باش يتعرفو تشوفو كيف الجاو وطبعا راني ما حمرتو مش مزيان انا ما بغيتو نبغيو نسخنوهم كان نبغيو انهم نكملهم كثير باش كيتحمرو مزيان هذي راه سخونة عن قرب كيفاش كتجي مورقة وديدة ومكونات اللي بسيطة تحتى شعار حتى حاجة مردع اما البغيوش فهو هدا خفيف وارطب سهل في التحضير ديالو وسهل في الاحتفاظ لنبغيو يبرد نضيفه في البلاسيك ونضيفه في المجمد لنبغيوه كانت من الوصفات اليوم تكون لات الاعجاب شكرا لكم بزاف على تشجيع و تدع